فضيلة الشيخ أفقكم الله هل يستفاد من الحديث الوارد عن أنسى رضي الله عنه وهو أقيمة الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا حتى نام القوم هل يستفاد منه أن المؤذن يقيم الصلاة في الوقت المحدد حتى ولو لم يأذن له الإمام لا ما يجوز هذا ما يجوز للمؤذن أن يقيم إلا بأمر الإمام فالإمام أملك بالإقامة المؤذن أملك بالأذان وأما الإقامة فالإمام أملك بها لا يجوز للمؤذن أن يقيم دون أن يأمره الإمام نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة